اشتركوا في القناة هذه الدول التي تعترف من الجمهورية الوهمية أصبحت قليلة وتنقص مع مرور الوقت مما يعني عدالة ليس فقط أن شراسة المغرب وقوة المغرب في الدفاع عن قضيته ولكن أيضا أن هناك مزيد من دول العالم تعترف بالعدالة الحق المغربي والموقف المغربي تحدثت في السؤال الأول على البرامج الحكومة الموجهة للمغاربة المقينة بالخارج وهذا البرامج في هذا اللي عنده طابع تربوي وتعليمي فيه واللي عنده الدعم القانوني والإداري فيه اللي تطوير الخدمات اللي في مجال دعم الاستثمار دي المغاربة في بلادهم ولكن فيه واحد البرنامج اللي هو مهم جدا هو البرنامج مرحبا 2019 اللي فيه عدد من الإجراءات لاستقبال الجيد للمغاربة الذين يفيدون على بلادهم وكان سجلوا بأنه كل سنة عدد المغاربة اللي يدخلوا بلادهم كيزيد بالمقارنة مع أن السنة اللي قبل منها الدليل على أن الاستقبال كان جيد كانت تقع بعض المشاكل ولكنها مشاكل قليلة جدا نادرة طبيعا طيح نحن واجب لنا حتى هذه المشاكل نحلوها ولكن عموما الحمد لله الناس كيجيوا لبلادهم كي يلقوا الاستقبال جيد الحمد لله كي بنية التحتية جيدة كي استقبال الاعداد في الموانئة وفي المطارات وأيضا حتى على مستوى الإدارة في جميع الوحدات الإدارية وهناك واحد شباك خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج في هذه الفترة دي للصيف باش يسهلوا عليهم المهام دي لهم باش يقضيوا الأغراض دي لهم إذن الحمد لله هناك إعدادات ونحن مستعدون لاستقبال المغاربة في هذه السنة دي 2019 نقطة الثانية خضية لا تمركز الإداري هذا صدر المتاق لا تمركز الإداري منذ أربعة شهر والنسبة تقريبا ونحن نستعد لتنفيذه وتطبيقه وكي يعني أن عديد من الخدمات لخص المواطنين يجير رباط باش يقضيها الآن هيدا الخدمة كتقدم محليا إما جهويا وإما إقليميا من خلال إدارة لأم ومركزة ودين قلوس صلاحيات دي الإدارة المركزية هنا هذا قد يسهل على المستثمرين غيس على المقاولات غيس على المواطنين كثير من الأمور اللي اليوم فيها صعوبات